عايزين نخرب بالإيجابيات حتى على المستوى الفني بنتكلم على محمد شريف رأس حربة ظهر بمستوى أكتر من رائع مجدي أفشة طبعا طبعا يعني صانع لعب وأسست رائع جدا وفعلا يعتبر صاحب اللمسة السحرية صحيح فعلا يعني وبعين بينضج جدا حتى من خلال مشواره مع النادي الآلي أعتقد أنه خلاص بقى في حتة تانية وإحنا كنا في فترات كبيرة بنعاني من عدم وجود عشرة كان عبدالله السعيد مستحوز بشكل كبير جدا ولم كان غياب عبدالله السعيد يمكن عن منتخب مصر بيبقى فيه أعتقد دي يعني تغرى وتسدد بشكل أكثر من رائع بالزبط بوجود مع محمد لا لا بقى حاجة جميلة يعني جدا يعني طيب محمد شريف على المستوى الفني كمان شفته إزاي الناس بدأت تقارن ما بين مصطفى محمد ومحمد شريف أنا في اعتقاد المقارنة ظالمة شوية أيها لأن محمد شريف يعني دايما بيبني من تحت يعني محمد شريف ممكن يبقى ينزل ويتحرك ينزل ويتحرك ويبقى أسست هو مش مش هو اللي بيسجل غير مصطفى محمد مصطفى محمد مواجم صريح يعني ما عندوش نفس إمكانيات شريف إمكانيات مختلفة إمكانيات مختلفة يعني كل واحد بيبقى عنده مميزات خاصة بيه بأداؤه ولذلك برضو هو كان مساهم في الهداف كان أعتقد الهدف الهدف التاني لمحمد صلاح الهدف الأول الهدف الأول لمحمد صلاح الهدف الأول لمحمد صلاح كان الهدف أعتقد التالت كان أستيس التمريرة من محمد شريف ودي أنا بلاحظها كمان حتى فيه أداؤه مع النادي الآلي فمحمد شريف وجوده أعتقد أنه هيبقى إضافة وأثبت نجاحه في التجربة الأخيرة جزء فني شوية نتكلم فيه بالنسبة للعلاقة ما بين محمد صلاح ورأس الحربة دايما بنشوف وده ظهرت شوية في مبارات كينيا مبارات كينيا كان مصطفى محمد موجود مصطفى محمد من أفضل روس الحربة على مستوى مصر ولاعب بروميسين جدا بيأدي بشكل أكثر من رائع لكن دايما بنشوف الأفضل كمان النتاج اللي بتطلع أفضل من خلال إمكانيات اللعب كان شوية عشان مصطفى محمد بوكس بلاير دايما موجود في التمنتاشر تحرقاته برا التمنتاشر قليلة شوية بطبيعته كان قافل شوية على صلاح وده ظهر على صلاح في مبارات جزر القمر إن صلاح خد حرية بدليل إن محمد صلاح بيحرز هدفين من جوة التمنتاشر في مركز الرأس الحربة لأنه لقى المساحة ولقى اللي يتبادل معه الأدوار يعني إنه التبادل الأدوار ده مهم جدا يعني لأنه لو المواجم الصريح واقف جوة البوكس صعب على محمد صلاح إنه هو ينطلق لأنه حيكون فيه حيبقى زحمة جوة حيبقى زحمة لكن اللي كان واضح إنه محمد شريف كان بيرجع شوية الوراء فبيدي فرصة مساحة لمحمد صلاح إنه هو يتقدم ودي إحدى مميزات صلاح برضو يعني حتى مع ليفر بول محمد صلاح بيشارك في التهديف يعني كان وخد لقب الهدف أكتر من مرة بدليل إنه هو بيلاقي حد إنه هو يتبادل معاه هذا الدور يعني رأيك كمان في وصول محمد صلاح الرقم تلاتة واربعين على مستوى التهديف مع منتخب مصر تخطى كابتن شازلي على الحالة يعني طبعا رقم أعتقد رقم هايل جدا لمحمد صلاح طبعا طبعا وكمان فيه تصريح لمحمد صلاح عجبني جدا قالك إن شاء الله أنا مش هعتزل قبل ما لا لسه قدري ربنا يديله الصحة لا لسه قدام مشوار طويل إلا لما أحرز بطولة مع منتخب مصر رأيك إيه وخاصة إن محمد صلاح كان غايب فترات طويلة جدا عن المنتخب وكان أول يمكن مشاركة لمحمد صلاح تحت قيادة الكابتن حسامي البدر طبعا يعني عودة محمد صلاح للمشاركة مع المنتخب يعني شيء مهم طبعا جدا لمنتخب مصر ولمحمد صلاح لأنه محمد صلاح برضو له غير إن هو لعب محترف والكلام ده لا لما هو يقود أو يعني يبقى أحد أفراد كتيبة المنتخب ويحقق بطولات معاه لا شيء مهم جدا يعني فايدة له وفايدة للمنتخب فيش كلام يعني فيش شك رغم وصول محمد صلاح الأكبر وأحسن من أحسن ثلاثة لعيبة في العالم لكن يوقع المنتخب هو ده مشوار تاني ومهم جدا يعني حتى رونالدو كريستيانو أو ميسي يهمه كمان إن هو غير الإنجازات الشخصية اللي بيحققها مع نبي طبعا وبالتالي عودت محمد صلاح بس إحنا يجب نوفر شوية نتعلم نوفر شوية محمد صلاح وزملائه المحترفين الأجواء المثالية مع هذه الأجواء المثالية لا يعني مثلا أنا شخصيا لو حاولت أخش في المكان اللي كان فيه المشجعين عاجة صعبة جدا مش هعرف صحيح يعني أنا عايز أعرف إزاي يحصل هذا الاختراق في وجود يعني مسؤولين وإداريين صعبة جدا يعني يعني أنت تشوف منظر صلاح يتفاجئ أصلا ده مش شيء طبيعي عملا كل الملاعب على مستوى العالم خاصة في جائحة كورونا اللي احنا فيه هدية بزبط أنت بتفاجأ أولا محمد صلاح لعيب كبير جدا وكان فيه بعض يعني كان غاب عن منتقب مصر بسبب كورونا بزبط فإزاي محمد صلاح إزاي ما هدى لك السؤال بيطرح نفسه إزاي الناس اللي نزلت ديت ووصلت لمحمد صلاح ومعها الموبايلات والصورة اللي الناس حواليه صورة أعتقد لا يعني هيا الموبا ما ترجعش بقى تلوم على محمد صلاح أن انت مش عارف تقصك ولا مش عارف تقصك وبعدين ما يبقاش برضو شوف محمد صلاح بقاله وقد دي ما جاش أول مرة تواجد حصلت المشكلة يعني برضو لازم نهتم جدا بالنقطة دي يا كابتن هاني لأن الموضوع يعني برضو لازم نبقى حريصين عليه زي ما هو حريص على إنه بموجود وحريص على إنه يجي نوفر له بقى الجو اللي ما يعرضوش لأي مشاكل صحيح ده مهم جدا بالزبط ده مهم جدا فدي نقطة مهمة يا طيب